ازايكم? الاسبوع اللي فات كنت بجاوب اول نقطة في الاجابة على سؤال جالي هو ازاي الست تقدر تم لابتها سعادة وتخلي اسرتها سعيدة طبعا السؤال كبير اوي وعميق اوي مش هيخلص في فيديو 13 ان شاء الله حتى ساعة الخطوة الاولانية كانت ان انا قلت فاقد الشيء لا يعطيه بمعنى ان احنا لازم نحاول ان احنا نسعد نفسنا بنفسنا علشان نقدر ان احنا ندي استعادة للاخرين وللناس اللي حوالينا والاسرتنا والاولادنا كلمتوكو على تمرين صغير كده ان احنا نكتب كل الحاجات اللي بتبهجنا كل الحاجات اللي بتساعدنا كل الحاجات اللي بتشرح قلبنا حتى ولو كانت حاجات صغيرة في المقابل نكتب الحاجات اللي بتدايقنا اللي بتنغط حياتنا اللي بتزعجنا ونحاول لمدة اسبوع ان احنا نعمل اكتر الحاجات اللي بتساعدنا وبتشرح قلبنا ونقلل شوية من الحاجات اللي بتدايقنا انا عارفة مش حاجة سهلة ومش من يوم وليلة حنعرف الوصفة السحرية بتاعت ان احنا نخلي نفسنا صغيرة بس لازم نبتدي لازم يكون فيه خط بداية النهاردة بقى عايز اتكلم على النقطة التانية في ازاي نخلي بيتنا سعيد ازاي نسعد أسرتنا النقطة التانية هي الصحة عمر ما فيه سعادة بتكتمل بدون صحة في الاساس عمر ما بتتواجد سعادة في انعدام الصحة اه وانا هنا مش بتكلم على الامراض العضال والحاجات اللي لا قدر الله يعني بتبقى موجودة وصعب التعامل معاها الامراض الفضيعة انا بتكلم على نمط الحياة اللي بيأثر على صحتنا وده لخ عاملين اتنين مهمين جدا 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 الاكل والحركة والاتنين الزوجة او الام او ستة البيت هي المتحكمة الاساسية فيهم اللي اتنين الاكل انت اللي بتحددي ايه انواع الاكل اللي تدخل البيت لو ابنك ما بيأكلش غير شبسي والحاجات الباكتج اللي بتتجاب من عند البقال ولا السوبر ماركت مين اللي بيديله الفلوس مين اللي بيجبها له اصلا انتي فما تلوميش ها وتعودي تقولي اعزار لا اصلا ابني مش عارف ايه اصلا ابني ايه انا من ولادي بردو كانوا كده وولادي كانوا بيحبوا جدا الحاجات دي وابني الكبير كان مطلع عيني ما كانش بيرضى ياكل اي حاجة غير حاجة بيضة وما بيحبش لخبطة الاكل على بعضه عايز ياكل رزة ابيض عايز ياكل مكارونة بيضة عايز ياكل بطاطس محمرة يشرب لبن عايز ياكل نوع معين من الجبنة لو ملقتوش بيبقى يعني مش عارف اعملوا سندوتشات ومع ذلك فضلنا نعافر وفضلنا نحاول في مرة من المرات كنت خارجة مع صاحبة وكانوا ولادي صغيرين هما دلوقتي ما شاء الله يعني في الوقت اللي انا بعملكوا الفيديو فيه ده هما 18 سنة و 16 سنة في الوقت اللي انا بقولكوا فيه القصة كانوا صغيرين يمكن سنتين و 4 سنين و رحنا مكدونالز وجبنا الهابي ميل يعني السعادة اللي كانوا سعدة جدا جدا فيها لما شربوا بيبسي لان كان البيبسي ممنوع عندي في البيت لما تجوزت جوزي كان بيجي له واحد راجل يحط له صندوق بيبسي اللي هي الازايز الكبيرة دي اللي بتتفتح بق كده كل يومين 3 يجي ياخد الصندوق الفاضي ويهدينا الصندوق الملي بنتغدى هو ازايز ببسي وانا ازايز ببسي بنتعشة ازايزة وازايزة بين الوجبتين انا قاعدة بتفرج اه طب يلا فيه شوية فول سوداني وببسي مفيش اسبوع اسبوعين ولاقتني تخنت بشكل غير طبيعي اخر مرة بتديله الصندوق الفاضي بيديني الصندوق الملي قلت له شكرا انا مش عايزة تاني ما تجيب ليش ببسي تاني ليه كده يا ست هانم هتقطعي عيشي ده انا كنت بس ترزق ده انا مش عارف ايه قلت له تعالى عدي بس ما تجيب ليش ببسي تاني بيأثر على السنان بيأثر على العظام بنتخن وما بيفدناش ما بيفدناش مين اللي بيجيب الحاجات دي اللي في البيت انا انا اللي مسؤولة انا اللي بروح اتبضع في السوبر ماركت واملاها شبسيهات وسناكات وبسكوتات وحاجات ومحتاجات واروح الخضار يا دوبك اجيب شوية كده زايرين صح ولا لأ مش هو ده اللي بيحصل طيب مين اللي مسؤول مين اللي مسؤول عن صحة العيال دي مين مسؤول عن صحة الولاد دي ولاد كتيرة جدا جدا دلوقتي بيتشخصوا على انهم ADHD يعني اللي هو فرط النشاط المؤدي اللي قلت التركيز يعني يعني بقت بقت ظاهرة غريبة كده ايه كل العيال اتهابلوا في مخهم كل الجيل الجديد اللي احنا مخلفينه ده عيال معلش مريضة لان ده مرض فجأة كده لا ما ينفعش ما ينفعش لما بيبقى فيه مرض او حاجة بتبقى نسبة صغيرة من الناس هي اللي تعبانة وعندها الحاجة دي الولاد ما عندهمش مرض ما عندهمش فرط نشاط ده عندهم سوق تغذية سوق التغذية اه مش معناه ولد مسلوع و و واعدامه دي ورجليه كانوا زي الفتلة لما كان بيغني في ماما لبزا منها جاية الولد التخين المبعجر البنت التخينة المبعجرة ده سوق تغذية الطفل اللي هيجان على طول طول النهار يتنطط ويعمل ومش عارف ايه وبتاعه مش قادر يقعد ويكتب حاجة ده سوق تغذية شوفوا انتو بتأكلوا ايه قسرتكو شوفوا بتأكلوا ايه ولادكو نرجع تاني للطرق القديمة خالص للحاجات القديمة خالص لو هندفع عشر جنيه في كيس شبسي او يمكن اكتر عشرين تلاتين مش عارفة في كيس شبسي بنفس الفلوس دي نروح نجيب خاصتين كبار ونقطعهم ونعمل طبق صلطة حلو اه فين لما نعود كده نتلم انا بابايا ما كانش بييجي على الغدا مش هقول ان احنا اصلحنا الاسرة ومش عارف ايه وكنا عايشين في عصر غير العصر لا انا ستة عندي اربعة واربعين سنة اهو والدي ما كانش بييجي على الغدا الغدا كان انا وماما واخواتي ولما كان حد ييجي قبل التاني كنا نقعد مع بعضه وناكل الاكل بتاعنا اسمه المديترينيان دايت يعني نظام الغذائي بتاع البحر الابيض المتوسط تخيلوا ان ده يصنف من احسن الانظمة الغذائية انا ما بتكلمش على الديت اللي هو الرجيم عشان نخسي والكلام ده انا بتكلم على الاكل العادي الطبيعي بتاعنا المديترينيان النظام الغذائي بتاع البحر الابيض المتوسط ايه اساسه مليان ايه مليان بقوليات الفاصولية واللوبيا والفول والحمص مليان حاجات خضرة خيار وجزر وطماطم وخص وبقدونس وكزبرة ايه تاني مليان سمك مليان لحمة قليلة شوية مليان فواكه الفواكه العادية بتاعتنا اللي مالية الاسواق بتاعتنا شوفوا ايه الجزء اللي بتدفعوه في البجت بتاعت البيت في الميزانية بتاعت البيت اللي بتروح للكلام الهفق ده ووجهوها للحاجات التانية ما تجيبوش الحاجات دي لولادك اه بيشوفوا اصل بيشوفوا بنت فلان اصل بيشوفوا ولاد عمتهم اصل بيروحوا المدرسة بيشوفوا مش عارف ايه علموهم علموهم الغيزة الصح علموهم فهموهم ان الناس دي ضعيفة ان الناس دي بتاكل اكل وحش بتاكل اكل غلط دوروا على اليوتيوب على فيديوهات معمولة للاطفال على التغذية والكلام ده واعلموهم وعرفوهم ده الشق الاولاني من الصحة المرتبطة بالنمط الحياة اللي احنا عايشينه الشق التاني بقى هو الحركة لما تبقى اصلا الام ما بتتحركش ومش عايزة تمشي راجبة العربية ولا راجبة المواصلات ونزلة البيت وبعدها هي قاعدة في البيت معلش شغل البيت معانش مزعج زي الاول خلينا نبقى صرحة مع بعضنا امهاتنا ما كانش عندهم مكانس احنا عندنا مكنسة امهاتنا ما كانش عندهم ديش واشر ما كانش عندهم غسلة اطبق احنا عندنا يوم الغسيل الناس اللي منجيلي فاكرين يوم الغسيل فاكرين الغسالة العادية اللي كنا يوم في الأسبوع نقسم الهدوم ونقض طول النهار نغسل ونعصر طبعا مش انا مامتي وتعصر وتزهر وتغلي وتروح تنشر وتعمل يعني كان كان يوم مأساوي احنا دلوقتي بناخد شوية الغسيل ونرميهم جوا الغسالة ويطلعوا بننشرهم على الحبل عشر دقيق يكون نشف تك تك بيتطبق وبيتحط شغل البيت ما عادش بيدينا كمية الحركة والنشاط اللي احنا محتاجين نعملها طب نعمل ايه انا ست فقيرة ما عنديش فلوس ما عنديش ان انا ودي ولادي كلابس ويروحوا نوادي ويروحوا ازبوتي التليفون على خمستاشر دقيقة نزلي لغاية اخر الشارع امشي لغاية اخر الشارع خمستاشر دقيقة ورجعي خمستاشر دقيقة اه اصل انت قاعدة في برج عاجي ما تعرفيش بقى الشارع وشكله ايه والزحمة والعربيات والتراب والشوارع المكسرة والكلام ده لا اعرف لا اعرف انا كنت بركب مواصلات وكنت بنزل وكنت بمشي في مصر انا كنت بمشي اقول لكم كده اللي عايشين في القاهرة في مدينة ناصر من 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 عند سيتي سنتر لغاية طيبة مول ماشي لسه من من شهر في الحر في الزحمة تعارفين طريق الناصر ده والزحمة والدوشة بتاعته والكلاكسات والمشو عارف ايه والكلام ده لان مفيش عندي طريقة تانية ان انا انزل امشي بلبس جزمة خفيفة كده في رجلي بالشبش بحت وتمشي الموبايل اللي انت بتتفرجي علي فيه دلوقتي فيه ساعة والساعة فيها تايمر ميقاتي افتحي خمستاشر دقيقة وانزلي امشي خمستاشر دقيقة ولما يرن رجعي البيت مش لازم تروح تشتري حاجة مش لازم تروح تعملي حاجة خدي ابنك ولا بنتك في ايدك منزل وتمشو مش التمشي عندنا لازم بقى يبقى الجو لطيف والجو حلو ونروح منطقة لطيفة لا لا الحركة انا هنا لما بقول تمشي لما بقول المشي احنا عايزين نتحرك عايزين نحرك العيال دي اه ما طول النهار ما هم بيتمططوا ويتهدوا مش عارف ايه لا احنا عايزين نتحرك الحاجة التانية الفيديو جيمز شوفوا قننوا وقت للولاد الولاد ليه بتلعب فيديو جيمز بس لان ما عادش فيه حاجات تانية بتعملها زمان كنا بنقرأ كنا بنرسم كنا بنلون كنا بنحط حاجات جوه حاجات كنا بنجيب ورق قصة ولزق كنا بنجيب سلصال اعملي النشاطات اللي بيعملوها في الحضانة اعمليها تاني في البيت اعمليها تاني في البيت معاه افتحي الانترنت دوري على حاجات تتعامل مع الاطفال لو الاطفال اكبر شوي 13-14 سنة اه يا خبرة بيض مش ممكن خليهم ينزلوا ويروحوا ويشتروا حاجات ويجيبوا حاجات انزلي معاهم لو انتي حاسة بعدها من الامان انه والله انا حاسة بعدها من الامان ان انا انزل بنتي انها هتروح تتعمل انزلي انتي معاهم انزلوا امشوا ان شاء الله حتى تجيبوا حاجة بجنيه وترجعوا تاني بس اه مش سهل الكلام اللي انا بقوله ده مش سهل وانا عارفة وانا عارفة لكن انا دلوقتي اهو 14 دقيقة بتكلم لو ما قفلتوش الفيديو ده واخدتوا قرار ان انتوا تعملوا اي حاجة بقى شوية وقت وضعوا يلا 15 دقيقة ضعوا يلا من ضمن الدقايق اللي بتضيع عشان نرجع تاني نلخص بقى الكلام الكتير اللي انا قلته اللي انفعل الشديد اللي انا انفعلته عشان قسرتنا تبقى سعيدة لازم نكون اصحاق كلنا اب وام واطفال عشان نكون اصحاق بعيدا عن الامراض العضال اللي انا مش بتكلم عنها ربنا يا رب يحمينا كلنا حكتين اساسيتين بتكلم عنهم والحكتين دول في ايدي كنتي اللي مسؤول عنها الاكل والحركة الاكل روحي شوفي الاكل الوحش اللي عندك كلنا عارفينه مش هعود اديكم بقى درس بقى على على الحاجات المحفوظة والمش عارف ايه والكلام ده وكلنا عارفين ايه الكلام ده شوفي الاكل الوحش والشبسيهات والحاجات اللي بتجي بيها لولادك ومنعيها وكتري الاكل الحلو كتري الحاجات الكويسة اه مش هيكلوا هعملوا اضراب مش مشكلة زبوري جمدي قلبك جمدي قلبك هم اهم هم اهم من انتي حسب الصداع شوية من العياط والزن والكلام ده ولما بيجوا بيأكلوا ممكن يقعدوا باليومين ما يأكلوش مش مهام جمدي قلبك برضو بعد اليومين دول لو انتي منهرتيش وضعفتي وجبت لهم الشبسي ها هيكلوا الاكل الكويس اللي انتي هتأكلوا الحركة شوفي ازاي اتحركي انتي عشان هم يتحركوا معاك لو والله ربنا ما قدرك وتقدر يتوديهم تمارين وينادي وحاجات زي كده خير وبركة جميل وحلو وديهم عشان يتحركوا مش عشان يتنططوا على الناس التانيين ولا انتي تتنططي على الناس التانيين وتقولي انا بوادي ولادي نادي لا ما تخديهاش من الوجاهة الاجتماعية خديها من الضرورة عشان صحتنا تبقى كويسة وانتي كمان معاهم لما تروحي لو روحتي النادي معاهم امشي امشي في النادي ده وانتي قاعدة مستنياهم بدل ما تعودي كده تتفرجي عليما يا ما تفرجنا عليهم امشي ما عنديش انا والله عايشة في منطقة شعبية وما عنديش ان انا اوادي لنادي ولا الكلام ده او انا في قرية او الكلام ده اخديه وانزلي امشي اخديه ولادك في ايديكي 15 دقيقة رايح و15 دقيقة جاي يا ريت تحاولوا تعملوا الحاجات اللي انا بقولكوا عليها دي وتقولولي ايه الصعوبات اللي قابلتكو في ان انتو تنفزوا الحاجات دي وما تزالوش مني لو انا فعلت شوية معلش الماضيع دي حساسة قوي في قلبي يلا اشوفك المرة الجاي اشتركوا في القناة